الفصل الثاني رح يفسر عندي بالفهم كثير ليش بيكون بعض التفاعلات سريعة وفي بعض التفاعلات بطيئة طبعا يستند أساسا على نظرية التصادم إلها ثلاث افتراضات سريعة ولك أول شيء التصادم شرط أساسي لحدوث التفاعلات لو سألنا حانا ليش؟ لأنه عندي التفاعل في تكسير روابط وبناء روابط جديدة فبفترض إذا صار في تصادم بين جزيئات المواد المتفاعلة رح تعمل على تكسير وبناء فلذلك تكسير وبناء يعتمد على فكرة التصادم فهو الشراط الأول تصادم شرط أساسي لحدوث التفاعل برضو بيجي بعطيني افتراض ثاني أنه سرعة التفاعل تتناسب طرديا مع عدد التصادمات أنا بدي أفترض في عندي حيز مغلق حيز مغلق إذا افترضت أنا أنه هاي الجزيئة رح تضلها مكانها وهاي الجزيئة الثانية رح تضلها مكانها عندي التفاعل A زائد B دي يعطيني C إذا كانت هاي A وهاي B إمتى رح أفترض إذا كل واحد ضل بمكانه رح يلتقوا مع بعض في نقطة معينة عشان يعطوني C إذا ضل كل واحد في مكانه أعتقد أنه ما رح يوصل لمرحلة يلتقوا يعطوني C بينما إذا كانت هاي في حركة دائمة الحركة الدائمة تصطدم في الجدران في كل شيء نحكي لها الحركة البرونية اللي هي بتعمل زجزاج في كل مكان ممكن أنها تلتقي مع بي في مكان معين بتصطدم في مكان معين تحدد تفاعل فكل ما زاد عدد التصادمات رح تعطيني احتمالية أنه يحدد التفاعل أكثر برضو الشرط مش أي تصادم بقولك تصادمات فاعلة بتتذكروا عنا بنظرية الأنزيمات أو نظرية المضادات الحيوية اللي هي القفل والمفتاح بمعنى أنه أنا مثلا ممكن يكون عندي هاي الجزيئة على سبيل المثال مع جزيئة ثانية نحكي إنها هيك شكلها أنا ما مستنى أنه يكون هذا التصادم جانبي أو مثلا ظهر بظهر أنا مستني اتجاه معين من التصادم اللي يشكل لي التصادم الفعال اللي أنا بدي إياه اللي يكون المواد فلذلك اتجاه التصادم مهم جدا ما بلزمني جنب بجنب ما بلزمني مقدمة مع مقدمة أنا اللي بلزمني زي القفل والمفتاح على أساس أنه يكون عندي اتجاه التصادم مهم جدا إشي ثاني طاقة التنشيط شو كان طاقة التنشيط نحن نحكي كسر روابط وبناء روابط جديدة معنى ذلك أنا بلزمني مقدار معلوم من الطاقة اللي هو الحد لدينا من الطاقة اللي لازم توافره في هاي التصادمات عشان يحدث لي كسر للروابط القديمة وتكوين أنا برفع طاقة المحتوى هذا الموجود عندي هون برفع طاقة ولغاية ما أنه تمتلك طاقة كافية لتكوين المواد الجديدة وبالتالي أنه نوصل لمرحلة النواتج هذا بزيد برضو كمان من سرعة التفاول هيسمها نظرية التصادم شو علاقة طاقة التنشيط بالمحتوى الحراري للتفاول أنا بذكر بالعاشر كنا نأخذ موضوع طارد ومص للطاقة وفي ناس كانوا يحفظوا الموضوع شبه حفظ إنه هذا الشكل إذا كان أعلى أدنى هذا طارد وهذا مص بافترض أنا عجقت بالامتحان وما بدي أحفظ حفظ بروع على المستوى الديكارتي بقول قسمها أعطيها طبعاً تعرفوا أنه هذا الطاقة وهذا الزمن أعطيها التدرجات تبعت المستوى الديكارتي أحكي إنه هاي صفر هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة مثلاً نفس الشي هون أحكي هاي صفر هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة خمسة ستة ما إلى ذلك لا أعض عندي إنه أعلى نقطة في المنحين الحنيين هي طاقة التنشيط أعلى نقطة ليش إحنا بنحكي إنه لازم نظن نشحن بالتفاعل نشحن بالتفاعل لغاية نوصل طاقة التنشيط بعد ما نوصل طاقة التنشيط بينتج عند النواتج في لحظة طاقة التنشيط عند المتفاعلات بغض النظر شو كانت المتفاعلات ممكن تكون A زائد B في كل الحالتين متفاعلات A زائد B بدهم يكونوا وصلوا لمرحلة من التصادمات إلى إنهم يندمجوا مع بعض بروابط معينة A B يكون لي إيش اسمه المعقد النشط A B المعقد النشط طبعا المعقد النشط هي حالة انتقالية لما بتجمع كل المتفاعلات مع بعض للحظة معينة بعديها لما بتجمع طبعا بروابط معينة تفكك هاي الروابط بيعطيني النواتج اللي هي C زائد D في كل التفاعلين بعطيني إياها بس بعد ما نوصل إلى قمة الهرم اللي هي المعقد النشط عند طاقة التنشيط بعد كثرة التصادمات بتكون عند المعقد النشط اللي هو كل المتفاعلات داخلة في بعض بعد هيك بتبلش مسألة الاستقرار والطاقة بعيد المعقد النشط تكوين المواد بشكل هو يرغبه بعيد ترتيب الذرات بشكل هو يرغبه إلى حد ما إنه إحنا نوصل لمرحلة إنه وصلنا النواتج اللي إحنا بنا إياها هسنا نعرف شو علاقة طاقة التنشيط بالمحتوى الحراري لاحظ عندي أنا باجي بقول إنه طبعا أكيد بتعرف إنه هاي المتفاعلات بتظلها ماشية وبترتفع فيها التصادمات والطاقة لغاية ما توصل إلى النقطة في أعلاها هاي النقطة اسمها هاي المسافة اللي إحنا مشيناها هاي طاقة الاتجاه الأمامي اللي هي الطاقة اللي بتلزم ترتفع من المتفاعلات اللي غاية نتوصل إلى القمة من التصادمات هاي طاقة الاتجاه الأمامي ولاحظ بالاتجاه العكسي من هون بتوصل إلى القمة في طاقة الاتجاه العكسي هسنا بدي أعرف مين فيهم طارد ومين فيهم ماص وشو علاقة المحتوى الحراري قلنا بالعودة إلى التدريج اللي إحنا عملنا نعرف أنه دائما طاقة التفاعل أو طاقة أي شيء إذا بناخذها بمعدل هي النهاية الحالة النهائية ناقص الحالة الابتدائية وبننا نعرف إحنا دائما الحالة النهائية في التفاعلات هي المتفاعلات على أي مستوى كانت المتفاعلات في هذا الشكل مثلا اعملها بهذا الشكل بدأت تطلع تقريبا على واحد هي واحد ناقص شوف للنواتج لأنه هي البداية دائما كانت على اثنين لاحظ عندي واحد ناقص اثنين هي ناقص واحد إذن هذا الشكل لما بتكون فيه النواتج أقل مستوى من المتفاعلات هذا كان اسمه طارد بدلالة أنه ناقص طارد للطاقة تخصيل حاصل هذا هذا كان ماص لأنه موجب نتأكد منه لاحظ أنه الحالة النهائية كانت تقريبا نحكي ثلاث ونص الحالة النهائية كانت ثلاث ونص الحالة الابتدائية على اثنين على اثنين إذن هي ثلاث ونص ناقص اثنين هي موجب واحد ونص موجب هذا معناه ماص للطاقة هسه حاليا عرفنا من فيهم الطارد وعرفنا من فيهم الماص وعرفنا أنه المسافة من النواتج لغاية المعقد النشط أو طاقة التنشيط اسمها طاقة الاتجاه الأمامي والمسافة ما بين النواتج إلى القمة يعني متفاعلات مع القمة هذا في الاتجاه الأمامي طاقة التنشيط في الاتجاه الأمامي النواتج إلى القمة طاقة التنشيط في الاتجاه الخلفي أو العكسي لاحظ معي بشكل معين لاحظ أنه كل ما ارتفعت طاقة التنشيط لزمنا طاقة أكثر يعني لاحظ هاي كل ما ارتفعت لزمتنا طاقة أكثر الطاقة أكثر هاي ومنا نحصلها من خلال تصادمات أكثر بالتالي أنا رح يستغرقني وقت أنا قاعد العداد بعد عبال ما أوصل طاقة التنشيط كل ما ارتفعت بتزيد كمية الطاقة البدكيها من خلال زيادة التصادمات إذن الزمن برضو كمان أكثر لما بدي أحكي عن سرعة التفاعل بينما لو كان طاقة التنشيط هاي قليلة يعني بدي أفترض أنا هذا الشكل افترض معي إنه طاقة التنشيط موجودة معي هون لاحظ مجرد ما إنها ترتفع المتفاعلات رح توصل إلى طاقة التنشيط وننخفض لاحظ معي هذا الشكل ما استغرقني الوقت اللازم إنه يوصل للشكل الطبيعي فلذلك إذا قدرنا نتحكم بطاقة التنشيط نرفحها وننزلها معناها إحنا قاعدين نتحكم في سرعة التفاعل من خلال زمن المستغرق لإنهاء التفاعل من خلال إنه إحنا بصير بنقدر نوفر التصادمات اللازمة تعطيني طاقة لازمة تعطيني طاقة التنشيط لازمة اللي فيها توصل التفاعل لنهاياته أول ما بدأنا نحكي عن سرعة التفاعل أخذناها من خلال تركيز وقلنا معدلات التركيز الاستهلاك والإنتاج في المواد المتفاعلة في المواد المستهلكة والناتج ما إلى ذلك كانت دلالة قوية جداً على سرعة التفاعل هون عندي النظرية النظرية التصادم أو العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل بيقولك كل ما زادت تركيز يعني زادت كمية المواد زي كانوا أنا بحكي مثلاً فيه عندي هذا الدورق هذا الدورق يحتوي على هذول الجزائتين ومطلوب منهم يلتقوا وإذا التقوا بدهم يتفاعلوا طبعاً بيلتقوا من خلال الحركة المستمرة عندي حركة كثير حركة عالية هاي الحركة راح تأدي في لحظة إذا التقوا تصادم هذا التصادم إذا وصل إنه صار التصادم عالي ويمتلك طاقة بيبلش عندي التفاعل لاحظ أنا ما يكون عندي جزائتين احتمالية معينة إنهم يلتقوا طبعاً ما قالك لو صار أربعة لو صاروا خمسة لو صاروا ثمانية لو صاروا تسعة لو عشرة كل ما زادت كمية الجزائيات بزيد احتمالية التصادمات وبزيد فيهم التصادمات الفاعلة كل ما زادت الكميات ويأتي ذلك بالنتيجة إنه بزيد عندي سرعة التفاعلات فلذلك كنا منحكي إن السرعة أعلى ما يمكن عندي تركيز فيه أعلى ما يمكن ليش؟ لأنها أكثر كميات أكثر حركة أكثر تصادمات فاعلة وبالتالي هي أكثر سرعة هذا كان العامل الأول العامل الثاني على حسب طبيعة المادة في بعض المواد مثلا كنا بنحكي عن النشاط الكيميائي بالفلزات ولا فلزات في مواد بيطبعها مش نشيط بيطبعها خامل والله قلتلي الكمية كثيرة الكمية قليلة لبلاتين مثلا شو بده يخليه يتفاعل ما هو خامل العناصر الغازات النبيلة شو بده يخليه يتفاعلها هي خاملة فلذلك طبيعة المادة إلها أثر في سرعة التفاوض برضه كمان لما بقول مثلا سائل أو صلب أو غاز مين فيهم في أكثر حركة لما أنا بدأ أقول بدي حركة لما بفترض أنه عندي صلب صلب الحركة موضوعية فلذلك هاي المواد الصلبة إنت إن شاء الله بدأت تتحرر وإنت بدأت تنتقل إلى موقع ألف أو با عشان توصل للمتفاعل الثاني عشان تصطدم فيه لاحظ المواد الصلبة راح تغلبني بينما السائل أكثر ليونة في الحركة أكثر خفة في الحركة والأفضل منهم كلهم في سرعة الحركة اللي هي الغازات الغازات في حركة دائمة في حركة تصادمية مع الجدران مع نفس الجزيئات مع الجزيئات الأخرى دائمة فلذلك طبيعة المادة تؤثر كمان في موضوع سرعة التفاول مساحة السطح بدأ أفترض أنا في عندي عندي حالتين عندي حالة مثلا بدأ أحط أنا واحد جرام من مادة معينة وهذا الواحد الجرام كان متكتل أنا حط هاي الواحد جرام ولاحظ معي متكتل على بعضه هاي الجزيئات كلها جاي في كل الاتجاهات فوق بعضها أو بدأ أحطها من خلال طاحنهم وعملها باودر لاحظ هذا الشكل هسا حاليا هاي مغمورة بمادة ثانية بدأتتفاعل معها بدأ أفترض أنا أيهما أسرع في التفاول إنه كل جزيئة من المادة هاي اللي نفترضها مي على سبيل المثال هون بدأتتتفاعل محاي الجزيئات بشكل مفرد حر بهذا الشكل بينما إذا افترضنا إنها كانت هاي المادة متكتلة هاي المادة معناها إنه المي بالدرجة الأولى رح تضطر إنها تتفاعل مع الطبقة الأولى الخارجية وتصبر لغاية ما نقدر إنه نتخلص من الطبقة الأولى هسا لما تخلصنا من الطبقة الأولى تفاعلنا معها رح تيجي المي بمرحلة ثانية تتفاعل مع الطبقة الداخلية بعد ما نشيلها رح تيجي المي وتتفاعل مع الطبقة الداخلية أكثر يعني هذا تفاعل مرحلي مين فيهم المساحة السطحية في أكثر في حالة باودر أو مسحوق هذا المسحوق مساحته السطحية أكثر وهذا المادة المتكتلة هاي المساحة السطحية فيها ضيقة جدا فلذلك أيهما كان أسرع أنه تتفاعل كل جزيئة مية مع كل جزيئة لحالها براحتها ولا بنا نقعد نشيل طبقات لاحظ عندي المساحة السطحية كل ما زادت رح يتزيد سرعة التفاول رابع هاي العوامل هي الحرارة الحرارة عندي برضو كمان إلها أثر مباشر في حركة الجزيئات إذا زادت الحرارة بتزيد الحركة أنا لما بكون بردان بالشتاء بقول لك قوم نط تحرك ليش؟ لأنه إذا زادت الحركة زادت الحرارة والعكس بالعكس إذا زادت الحرارة بتزيد الحركة لما تكون درجة الحرارة ناقص خمسة أنا دوبي قادر أقوم أنا قادر أتحرك بينما تكون درجة الحرارة خمس وعشرين أنا بتحرك بكل أريحية بروح وباجي وبتحرك ومنها الكلام فلذلك لما تكون الحرارة عالية أو بنزيد الحرارة بنزيد الحركة إذا زدنا الحركة زدنا احتماليات التصادم والتصادم الفاعل إذا زدنا احتماليات التصادمات الفاعلة معناها إحنا زدنا سرعة التفاول آخر شيء على الإطلاق بنحكي عن العوامل المساعدة والعوامل المساعدة يا جماعة وسط إحنا بنعرف إنها مواد زي الأنزيمات هي المواد تدخل في التفاعل ولكنها لا تستهلك وبتعمل على مسارعة التفاؤلات كيف يعني؟ يعني إحنا زي ما حكينا على سبيل المثال إنه في عندي مادة شكلها هاي الجزء A A وهاي الجزء B وبيدي أستناهم بأريحيتهم لما يلتقوا يعملوني اتصادهم لما جيت أنا وفرت عامل مساعد هذا العامل المساعد هو سطح تلتقي عليه هاي المادتين زي كأنه إيد بدها تمتد لإيه وتجيبها لعندها وإيد بدها تمتد لبي وتجيبها لعندها يعني زي كأنه أنا ما بدي أتركهم لرحتهم وخليكم 17 سنة لما تلتقوا تتصادموا لا أنا وفرت وسط من خلال هذا الوسط بعمل على مقاربة الجزيئات وتصادماتها فلذلك أنا وفرت من طاقة الجزيئات خليكم استرهين أنا بدخل للكو وسيط هو اللي بيعمل على تقريبكم من بعض في هاي الحالة لما أنا بشغل هذا الإنزيم معناها نفس الأثر اللي حكيناه لما منخفض طاقة التنشيط أنا مش محتاج أوصل لغاية الماكسيمم للقمة في هاي الحالة أنا قربت الجزيئات وقللت الطاقة المستهلكة فلذلك سرعة التفاعل في هاي الحالة بتكون أكبر أضعاف مضاعفة لما أنا بوفر الإنزيم ترجمة نانسي قنقر